اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتطوير مؤسساتها والنهوض بمشاريعها والاستثمار فيها بالشكل الذي يعود عليها بالمنفعة المادية بالدرجة الاولى الامر الذي سيمنحها فرصة اختيارها بدقة لاجهزتها الادارية والفنية بكفاءة بما يضمن النجاح الرياضي لها بشكل خاص وللمنتخبات الوطنية بشكل عام ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحويل الاندية الى شركات يعد دافعا لترسيخ قواعد الاحتراف في البحرين بالصورة التي رسمها ويطمح الى رؤيتها واقعا ملموسا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة لتكون الرياضة صناعة في البحرين مراحل وخطوات ستمر بها الاندية حال موافقتها لبنود هذا القرار بالبداية تصميم النموذج البحريني تم بما يتناسب مع الوضع والفترة الحالية المتعلقة بأوضاع الاندية ومدى انسجام هيكلها مع القالب الجديد الذي ستكون عليه بعد اعلان رغبتها بالموافقة تم طرح القرار ليكون بامكان الاندية تحديد مصيرها اختياريا وليس اجباريا بعد تحويل الاندية الى شركات من المقرر ان تخضع لقانون الشركات والذي يتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بما يخص الحوكمة والامور المالية واما فيما يتعلق بمراقبة الجوانب الفنية للاندية سيتم عبر قانون وزارة شؤون الشباب والرياضة الذي سيمارس دوره الرقبي في هذا الشأن اذا قرر النادي الموافقة على القرار عندها يتحتم عليه التقدم باشهار سجله التجاري للتحول الى شركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر